موسيقى مشاهدينا نحن رجعنا بعد الفاصل بدأ استضيف ورحب معي بالستوديو بجورج خليل وجيمي أبورجيلي من جروب هوب تنرجع الأمل هاي هاي يارا هفا ماشي الحال؟ جورج انت اللي أسست جروب هوب تنرجع الأمل خبرنا شوى كيف قمت بها المبادرة وليش عملت هيدا الشي اوكي اول شي تنبلش هوب صر لتقريبا سنتين نحن مبلشينا من 2016 وقتا بلشناها لهذا الحركة هي كانت قوشين مبادرة عساسوا نحن جروب صغير خمسة أشخاص مبلشين بهذا الحركة وقصت فجأة من خمسة ست أشخاص صرنا تقريبا هلأ حوالة 80 شخص ليه بلشناها؟ لأنه معرف اذا حدا بيعرف منكم من مشاهدينا او حضرتيك يارا اذا بتعرفي انه انت وراح على طريقة باية في عائلة هيكة صغيرة بتبقى قاعدة مرة هي وولادها الاتنين على المارينة هيدا العائلة قاعدة وحملة متل يافطة مكتوبة علي انه عائلة لبنانية بحاجة لمساعدة هلأ نحن ونازين وقت شفت انا هيدا العائلة صرت اطلع انه معقول عائلة لبنانية ببلدة تعيش بهيدا الطريقة وتشهد بهيدا الطريقة فمن هون طلعت المبادرة معي وقلت انه ليه ما فينا نغير ليه ما فينا على قليل نرجع الامل متل اسم الحركة تبعنا ليه ما فينا ناخد مبادرة ونبلش بهيدا الشغلة ومن هون بلشت هوب يمكن كانت هيدا اول مرة متل ما بقول هيدا حركت فينا هيدا شي كرميل نبلش ونأسس ونكمل مع الشباب والصبايا كنا سوا وهو بتنرجع الامل امل شو تليع بيلك تبلش ترجع وشو لمست بهالعالم حسيتوا مفقود عندهم تترجعوا اوك اول شغل ما انتفق عليها انه لبنان مظبوط بلد صغير ولبنان مظبوط بلد اذا كلنا منشوفه من بره منقول لبنان بلد حلو العالم مع مصاري العالم بتسوق بس لا مش مظبوط ابدا لانه في كتير ورا هيدا البنيات الحلوة وورا هيدا العالم كلها يمكن بتسوق سيارات حلوة في عالم كتير فقيرة في عالم دين ممع حق رب تتخبز فهيدا العالم اللي ممع حق رب تتخبز يمكن وصلت لمحال لمرحلة عيشة ببلد ما بقى في عنده امل انه يمكن تقدر تاكل او يمكن تقدر تكمل فيها او يمكن تقدر تعيش او توصل لمحال يعني متل ما بقوله فقدوا الامل بكل شي وقاعدين ومتل ما بقوله انه ما بقى عندهم شي يطلعوا عليه فمن هون اجت فكرة الامل انه كل انسان بيخسر الامل وبيتمنى انه يمكن يتلاقى بحده على طريقه او بحده شي محال يقدر على القليل بيتراقه او باخره يساعده انه اتليس يرجع يشوف مثل ما بقول مبادرة امل او بصيص امل بشي محال بهيدا الحياة فنحنا من هون قلنا انه هيدول العالم يمكن مظبوط هنه خسرين الامل ومظبوط هنه ما بقى يمكن عندهم شي يطلعوا عليه من هون قلنا منسمى اسم الحركة بهيدا الطريقة ومن هون اتفقنا كنا سوى انه خلص اسمها تنرجع الامل لانه نحن بحاجة انه نوقف بموقع انه نساعد هيدا العالم اتليس بطريقة او باخرى بقدر ممكناتنا نقدر نرجع لهم الامل حلو يعني انت لمست الاستسلام بالعالم الاستسلام ويمكن من الوضع اللي هنه فيه من وضع الجوع يمكن والفقر اللي هنه فيه حابت انت ترجع لهم الامل لحياة حلوة لقدام وتحسسن انه في ناس حدكن مية بالمية بلشت انت بهيدا كيس العائلة اللي قلت عنا على الطريق كيف كفه جورج اوك اول شي بلشنا بهيدا العائلة بعدين جمعنا بعضنا كنا ست اشخاص نحنا بين بعض احكينا وقلنا انه بدنا نساعد ومنقدر نوصل لأكتر عدد ممكن يساعدنا نقدر نساعد هيدول عالم انت بتعرفه في كتير عالم تحب تساعد بس ما بتعرف كيف وما بتعرف وين وما بتعرف بأي طريقة بدا تساعد بالمقابل في كتير عالم بده مساعدة ما بتعرف مين بده تجيها المساعدة ما بتعرف مين بده تطلوب فنحنا طفعنا بعنبعد جروب صغير وبلشنا اول عائلة حتى نهى على البيتج تبعنا عنا بيج على فيسبوك اسمه تنرجع الامال هوب منحط عليها كل الكيسز تبعنا منحط عليها العيال اللي حبين نساعدون منحط على هيدا البيج شو عايزين اغراض شو عايزين قصص العالم فيها تساعدنا تنقدر نساعد هيدا العيال اللي بدنا نقدر نوصلون واكيد بعدين نرجع منحط صور كيف ساعدنا هون تا يتاكدوا العالم ان هيدا الاغراض وصلوا للعالم اللي لازم يوصلوا للاغراض ان كانوا ادوية او تياب او قصص للبيت او شو مكان يعني كل شي الا مصاري بس حبب هون اعلق على موضوع معين انه نحنا مم ناخد مصاري نحنا بهوب العالم كلها فيها تساعدنا بحقيقة طريقة ممكنة الا مصاري يعني فيها تعطينا ادوية فيها تعطينا غراض فيها تعطينا قصص للبيت حيا الله شي الا مصاري نحنا مم ناخد مصاري لانه متل ما انت سبقوا سألتيني انه عم تحكينا عن الامل متل ما نحنا حبين نرجع الامل لعالم لانه هن فقدوا الامل في لبنان في عالم حبه هي كمان يمكن ترجع الامل لحالب تريق انه هي تساعد فمنشان هيك منطلب من العالم هون جيب غراض ومش بس تجيب الغراض وتعطينا ايه هون جيب الغراض وتنزل معنا مننزل كلنا سوا ايد بايد ومننزل ومنرجع ومنعطي هيدو الغراض لهيدو العالم اللي هن بحاجة لمساعدة فنحنا باول عائلة يمكن بلشنا ستة رجعنا سنة نكبر عشرة بعدين خمسة عشر بعدين عشر هلا ايام بس ننزل مننزل خمسة واربين او خمسة وخمسين شخص بمهمة واحدة بس انه نحنا يعني اكترية العالم بيجوا بروحوا او تقريبا فكتوليش ثمانين شخص او تسعين شخص من حبل ساعد ثمانين متطوع معنا اليوم كمان جيمي واحد من المتطوعين جيمي انت بجروب هوب مندفع كتير حسب ما عرفته خبرتني خبرني شوي كيف كان جيمي قبل ما يكون بجروب هوب كيف كانت حياته شو تغير بحياته لجيمي وكيف صار هون انا يعني قبل هوب كنت ساعد بس بشي كتير قليل يعني تسائب يمكن اطلع انا بالاعياد حس يتحرك فيها الحس المساعدة وساعد او يطلبوا شي بالكنيسة غراد او هاكي ساعد بس انه بامكانات محدودة باوقات محدودة لحد ما جورج طلع بهايد الفكرة وانا ليش حبات الفكرة لانه صرت انا عم بشوف عن جد العالم اللي عايزي على الارض وصرت عم بعرف وين هالمساعدات انا اللي عم بجيبها او ممكن انه الغراد او طياب او حيالله شي خاص بالبات او ادوية وعم بروح شوف عن جد وان عم بتروح صرت عم بلمس هيدا الشيء يعني بطلت انه عم بجيب الغراد او اعطيهم لحده وهو يروح يوصلون يهم صرت انا عم بانزل معهم عم شوف عن جد العالم اللي عايزة عم بحس بالمعنى المساعدة المزبوط هيدا الشيء صارعا بيشجعني ل مرات من بعد وبعد انه اقدر ساعد اكتر واكتر وهكا صارت 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 خلاص مزبوط 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 بعد كل هالأوجيع اللي لمسته والفقر او العذاب اللي لمسته بهيد العالم شو اكتر كأثر فيك بتحب تخبرنا عنه متل شهادة حيات انت عيشتها بينك وبين هالانسان اللي كنت عم بتساعده عاتتك امل لقدام عاتتك اندفاع اكتر خبرنا شوي هيك مختصر شوي عن اكتر شخص اثر فيك هو صراحة كانت مرخة يارا متبنية بنت وكبرتها البنت وتركتها وهي المرة الخطيارة ما عندها حدا هي بتضيع شوي اذا شي جيرانا يعني اذا حدا تطلع فيها بيعطيها شوية اكل فقدرنا وصلنا لها هاد المرة الخطيارة وساعدنا عاجبنا لها كتير غراد للبيت كتير اكل غيرنا لها اصص لبيتها يعني تقدر ترجع تستعمله مثلا مثل فرن ما عندها قدرنا حدا جاب لنا فرن غيرنا للفرن وطلعنا عليها اللي انبسطت فيه انه هاد المرة حست انه منا متروكة اذا تركت من بنتا اللي متمنيتا انه نحن قدرنا رجعنا حرقنا شوية الامل بالحياة انه قفنا حدا ورجعنا ساعدناها هاك هاك انت أثرت فيه اكتر شي وكفيت ميسيون لقدي وصورت ناطر تاني ميسيون والبعدة 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 ومردي تصرنا سنتين على نفس الخبرية حلو اجمل شي هذا الشعور جورج ميسيون ورا ميسيون قدي صورنا هلا كم ميسيون صورنا عاملين لليوم هلا من تويك سكرنا ميسيون رقم 65 65 عامل خير 65 يمكن حالة 65 عيلة شو اللي بيخليك تكفي بعد اكتر واكتر شو اللي بيشجعك انه ما توقف يمكن عبيلك فيه رقم اياسي توصل له بس انت عم تقول بدك توصل لأكبر عدد دعا من العالم ممكن يعني ما عندك بقى رقم معين بس شو اللي بيخلي جورج وغروب هوب كله يندفع اكتر لقدام ويوصل هالسرقة او هني دق للعالم انه فيه ناس عايزين كون يمكن يحني حتكون بس انتو مش ايش عينهم كيفي متل ما كنت عم تسالشو الشي البيخليينا نكمل الشي بيخلينا نكمل هي الدحك الالي منرسمه والابتسام على وجوه العالم اللي منرح منشوفهم ومجب لمساعدات هيدا الدحكة هي اهم شي لان هيدول عالم عارفه وحسو وشايفو ولمسو انه في حدا بعد او عم يوتطلع فيهن وفي حدا بعده عم يهتم هنمانهم متروكين وفي حداحدة هيداها الوحيد يمكن بخلينا أكمل وكل شايفت هوب وكلنا سوا مع بعض بعدين هوب جماعتنا بطريقة خلتنا يعني كيف كيف بيكون جروب صغير بعد شوية بصير يكبر بعد شوية بصيروا عائلة كبيرة عائلة وحدة يعني تخيل انت عائلة كبيرة عائلة وحدة كلهم أصحاب عم بساعدوا مثل ما بقولوا community معينة هيدا الشي هتكاتف مع بعض هالبسم اللي عم الرجاع للعالم هالمشوار اللي عم نروحوا هالشي اللي عم نلمسوا هو بخلينا نكمل عائلة وحدة كبيرة كلهم عم تشتغل ايدوحدة لهدف واحد هيدا أجمل شي عم بصير انت بالميسيونات طبعك اللي هلأ منشوف الصور كلنا سوا مانك عم بتميز عالم يعني اوقات يمكن بيطلبوا منك نداء لختيار عم بتلبي ولاد يعني ما عندك كاتيجوري معينة من العالم بس هول اللي بتروح عليهم يعني مش بس ولاد او بس كبار اللي عم نشوفوا انه عم تقدر تروح تلبي نداء اكبر عدد ممكن يمكن ما عم تسأل قدي عمرهم او كم شخص بالبيت يمكن خبرنا شوي كيف تجمع كل هالعالم وبتقدر تلبي اني داء كذا كاتيجوري من العالم نحنا اكيد اذا كان في حدا ختيار تركينه ولاده او ولاد بلا اهل او مثل ما بقوله عالم محد عم يهتم فيهم محد عم يطلع فيهم محد عم يقدر يمكن يساعدهم يأمنوا لقمة عايشهم مثل ما عم نشوف بالصور الختيارة هي وبناتها اتنين فنحنا من هيدا المنطلق ما من نميز بين شخص والتاني نحنا وهون كمان عم نشوف صورة هو ايه طبق الشي ببين وبسبت شي اللي كنتنا بحكينه شوي انو كيف نحنا عائلة واحدة ومتما بقوله فريق واحد متكاتفين كلنا مع بعض كلمان هدف واحد هو انو نكون حد العالم اللي هنه بحاجة يكون في حدا حدهم فإيه يعني ما من نميز بين حدا واكيدة حيلا حدا من لقيه بده مساعدة شو ما كان ان كان من ولد صغير بده تياب لختيار كبير ما عنده قدبية او ما حدا يطلع فيه نحنا كلهم مجرد بكون حدهم ومنقدر نأمنهم اقل شي معقول هنه يكونوا عايزين ومنقدروا لأكل تياب قدي اوقات جيمي بتواجهوا صعوبات انه يمكن يكون في طلبات كتير يمكن اما اوقات بتحسوا ما تقدروا تأمنون او قدي انتوا بتحطوا قوة من حالكم لتأمنوا كل شي وتوصلوا لعندها العائلة نهار لزيارة تكونوا متماكنين من كل شي هلا عادة نحنا لما نروح لعند العائلة ونشوف شا عايزها ومنحط البوست ع فيسبوك كرمل يعني كرمل نقدر نجمع كل هالغراض اللي عايزينها هلا حمد الله اغلب الاوقات عم نأمن كل الاغراض بس قبل بليلة من ما نروح لعند العالم بنحكي نحنا من بعد بنشوف اذا في شي غراض نقصينا نحنا بنرجع من روح ومنأمن هالغراض ولا مره رحنا عند عائلة إلا ما أمن لها كل الغراض اللي عايزينها ان كان ادوية كان تياب ان كان حرمات ان كان حالة شي عايزينه إلا ما أمنناها بحب بس زيت شغلي على اللي جورج قاله من شواء انه نحنا منروح عند عائلة يمكن في عالم عم تتساءل انه نحنا منروح مرة عند العائلة ومنساعدها مرة وبعدين شو نحكي عن شي انا صار معي انه تفسر اكتر شواء كنا عند عائلة ساعدناها من وراء أنا ستوري على واتساب حطيتها حكينا شخص هو حابب يساعد مش حابب حدا يعرف وزالة ما متمكن قال لي انه أنا بدي زبيت بات وبيدي فرح أولاد فمن وراء قدرت رجعنا كل اللي قطعنا عليهم قبل العيال شفت مين عنده أولاد قلت له عنهم وشفت مين بيته الأكتر شي بحالة سايقة قلت له عنهم وقدرنا رحنا رجعنا عملنا ريهابيليتيشن للبات رجعنا جبنا غراد وكضيات للأولاد على العيد ويعني خلاص عمل هايدا اللي كان هو مثل إيماتة بدو إياها بسط الأولاد وبسط الأهل انه غير لهم شوية بحياتهم عطيهم لو شوية أمل عطيهم أمل مزبوط لأنه أوقات في عالم تأخذ أنه السوشيال ميديا بس ينزل هيك زرف على السوشيال ميديا يمكن أوقات العالم بتصير تقول أنه ليش هيك عم بيوصلوا المساج تنتقدتكن هيك بينما أنتم عم تجربوا توصلوا للعالم وجاع غيرهم لنشوفوا مين قدر يحط إيده بإيدكن ليساعد لأدين مزبوط جورج هو بتنرجع الأمل شمرة جورج فقد الأمل أو حاس حاله ضعيف؟ صارت معنا قصة هلا بما أنه عم تسألين هيدا السؤال في ست ختيارة يمكن قطعت صورتها من شوي كانت مسورة هي وبين بناتها الاثنين متما بقوله رحنا لعندون شفنا الكيس تابعون شفنا شو بدو نغراد هيدا المضام الختيار قال لي رحمه شفنا شو بدو نغراد وكانت هي قاعدة معنا وصلنا نسألها شو عباليك شو الأدوية اللي بتخذيون خلصنا من عندها قدرنا نقاملنا للغراد كلنا مع بعض ونزلنا لعندها كنهار أحد وصلنا لعندها فتنا ملاقيني على الختيارة سألنا بناتها أنه وين أنه وين التيات الختيارة نحنا آخر مرة وقتا جينا كانت هي موجودة وكانت هي عساس أنه متن ما بقوله هي كل شي كانت كل الكيس متمحورة حول هيدا الختيارة أنه شو عايزي أدوية شو بدو غراد شو صر لها زمان يمكن قصص منا دايقتة عبالة تشوفها أو عبالة تدوها فوصلنا هيكي وقال لنا أنه أحيب الأوبيطال بس حالتها شوي خطرة بس أنه بإذن الله رح تتحسن حالتها عساس أنه أوكي أعطينا هون الغراد عادنا معهم اتمنعنا كلمسيون وشي ساعة وفلاينا أول ما مشينا بعد شي عش دقايق بدق التليفون تكون بنتها اللي على ميدة الشمال بتقلنا أنه أنا الماما توفيت وعطيتكن عمره وهيك يعني بس تسمعي هيك شي أو تحسب هيك شي بتقولي أنه أنه يمكن أنت مظبوطة عم تساعدة ويمكن مظبوطة عم تراجع الأمل يمكن مظبوطة عم تعمل إكل هيدو القصص بس بآخرت لنهار في شي ما في مهرب منه واللي هو يمكن أنه في معقول حدا يجي وياخد هيدا الشي كل اللي عم تعمليه أنت كرميل حدا ياخده منه مع أنه أنت عم تعمليه كرميل هيدا الشخص وبس عملي هيدا الشي لهيدا الشخص فجأة هيدا الشخص ببطل أنه قدرت تأمن كل شي لهيدا الشخص بـ perfect scenario بس فجأة إجا شي منك أنت قادرت سيطر عليه ياخده منك لهيدا الشخص فهيدا الكيس كتير أثرت فينا كلنا يعني بعدني بتذكر هيدا نهار وبس بالنهاية شو بدنا نعمل؟ النهاية ما فيك توقفة على كيس واحدة أو على شخص واحدة يعني هييدا شي ما حدا ما في مهرب منه هيدا الكيس صاريت بس أكيد يعني يمكن شوي هيك رجعتنا لورا بس بذات الوقت خلتنا يمكن نتقدم كزا ستاب لقدام أنه يمكن فيه عالم بعدها نطرتنا وبعد بدها بتما بقوله أن تطلع فيها ونقف حدا ما نكون كلنا معاه جيمي كنا عم نقول لإحنا بس يا حلقتنا كنا إختين كوت إذا مش قادر تعمي ميت شخص فيك تبلش تتعمي شخص واحد مظبوط هيدا الشي قدي مظبوط وقدي عن جد معقول توجه رسالة للعالم أنه فيهم يبلشوا بالحواليهم ويشيلوا أساس صغيرة منهم يمكن هني منهم عايزينها لا يقدروا يساعدوا نحنا يعني فكرة هوب طلعت من ورا هالشي فكرنا بالأول إذا بدك تفكر مظبوط ولوجيك أنه أدافة عالم عايزة وأدافة عالم عطرة بتوقفي هون ما بتعد تتقدمي ولا بتعملي شي ولا بتساعدي حدا بس بلشنا من عائلة لعائلة من عائلة لعائلة يعني أوكي يمكن ما رح فينا نساعد ألف عائلة دغرة بس هلأ نحنا صارنا لنا سنتان صارنا مساعدين بحدود الخمسة وستين عائلة يعني شوى شوى عم نقدر نتقدم ونقدر نتساعد أكبر عدد ممكن العيال وأنا بطلب من كل شخص وخصوص الشباب يلي هني بفكروا أنه نحنا مش قادرين نعمل شي يمكن بأبسط الأمور بالحياة اليومية فيه شي بدل لنقول ما يأكل يمكن هو اليوم عباله يأكل سوشي يمكن يأكل بيرجر ويقدر يشيل بارت معين المصاري اللي كان بده يصرفن على الأكل بالنتيجة وصل للبدوية شبع بس فيه مطرح قادر ساعد حدا غيره ليأكل أو ليجيب له دواء أو ليساعد يسرق أموره بالحياة فأنا يعني بنصح كل شخص أنه يعمل هالقيماته ما ضروري يمكن كل يوم بس إذا مرة بالشهر عملها كل شخص منه رح نقدر نوصل لأكبر عدد من العالم ونساعده صحيح إذا كل شخص قدر يساعد شخص واحد حده أو حوله وبلش مبادرة فردية بنقدر نوصل لأكبر عدد ممكن للعالم جورج الأجمل شي عم نشوفه شباب بعمرنا بعمركن من دفعين لعمل الخير من دفعين لحب العطاء قدي أنت بيكبر قلبك بالجروب اللي عم بيكبر عندك وقدي أنت بتتمنى أنه عن جد يكون هيدا الشي اللي عم تعملوه أنتو مثل لغيركم يتعلم وينضم لألكم أو يمكن يعمل مبادرة فردية بينه وبين حاله قدي بتواجه رسالة لهالعالم اللي بعد يمكن خايف تبلش أو ما قدرت تبلش كيف تعطيهم اندفاع صراحة أزيد على اللي قاله جيمي هلأ من شوي أنه كل إنسان قادر يساعد كل إنسان ما في إنسان ما يقدر يساعد يمكن هو رايح الصباح على الشغل بدلا ما يكون معه عنية ماي فيكو معه عنية تام ماي مش ضروري يعطي ألف أو خمس تلاف أو عش تلاف فيه يمكن معه أكل بالسيارة يترك معه ما بعرف شي هيك شوي كيس فيه أكل يقدر يلاقي حدا يحسه جعان أو متل ما بقوله عشان يقدر يشيل هيدا الشي ويقدر يعمل هالمبادرة ويساعده فيه أو إذا بيعرف مثلا عائلة فقيرة عايشة بالحيدي عنده أو بيعرف شي عائلة دلينه علي بدلا مساعدة يمكن مش عطول واحد لازم يعطي مصاري أو يمكن مش عطول واحد لازم يكون عم يعطي شي مادة فيه روح ويعطيهن أقل شي ممكن يمكن غدا يمكن أقل شي دو واحد بيقدر على القليلة يساعدهم بطريقة أو بأخرى ويمكن فيه عالم منا قادر طاعته لأنه مادية على قد بس يمكن مش قادر طاعته من مادية بس يمكن قادر طاعته من وقته فيها ما ضروري طاعت شي مثل ما بقوله أكل أو إذا منا قادر إذا منا قادر تأمن لهيدا الشخص فيها تروح طاعته من وقته تقعد معهن تسمع لون تحكيون يحكو له تشكيلون يشكو له يعني كل إنسان بيقدر يساعد بأي طريقة ممكنة إذا عنده الاندفاع وأكيد يمكن أحلى شي بالدني هو بس واحد يحس حاله عم يقدر يساعد حدا تاني بحيال له طريقة ممكنة وأجمل شي اللي بعرفه بعمل الخير أجمل شي هنه هول الدعوات اللي بيدعون بالخير لإلكون ولكل حدا ساهم معون هول الكلمات الحلوة اللي بتمبع من قلبهن قدي بتعطيكم فرح وإندي فعلة قدام قدي بيدعيلك هالإنسان بشي حلو بتلمس قديش هو مبسط من جوا يعني يمكن أوقات بيبكو وأوقات بيتضحكو وأوقات بعبرو بحديثون ده هيدا الشي بأثر فيك يمكن هيدا أحلى شي نحنا وفليمين عندون بس شوفوا حدا مثلا هيك مبسوط أو عم بيقلك تبقى تعزورنا مرة تانية أو نطرينك أو إذا بدكم شي مرة جمعوا بعض وتعود غدوا عننا يعني هيدا يمكن ولا مرة من فيلم عند حدا غير ما بنسمعه نطرينك ونرجعوا ويارد فينا نرجع عند الكل بس يمكن هيدول الكلمات والضحك اللي منشوفها عوجوه العالم هيدول كلهم مع بعضهم يمكن بخلونا نكمل يمكن أنا وإن كان الشباب كلنا سوا بنهاية ما في حدا يقدر يعمل شي لحاله بنهاية كلنا مع بعض إيد بإيد يمكن أنا والجيمي اليوم نحنا هوني بس في غيرنا يمكن ستين أو سبعين شخص يمكن في منهم بينزلوا معنا يمكن في منهم بيساعدونا بيجيبوا غراد بس يمكن ما بينزلوا في منهم بيساعدونا معنويا بحيالة طريقة ممكنة في كتير معنا عالم عم تساعدنا يعني هيدا الدعاء اللي عم بيصير عم بيصير أصلا للإنسان الموجود على الأرض عم بيعمل ميسيون وكل فاعل خير ساهم لتوصل لها الهدف جيمي وجارج بدألكون مرسي أهلا وسهلا سيكون أنتو كنتو اليوم عبرة لكل الشباب اللي عم بيحضرونا ويسمعونا أنه عمل الخير هو أجمل شي معقول يتعاون جروب عليه ببلد الشخص صرته 80 عقبال ما تسيره 120 وعقبال ما تسيره 120 ميسيون كمان توصلوا لهالرقم القياسي قريبا وما توقفوا تضلكم من دفعين وإيد وحتى لأنه مبين ملين قلبكم بالفرح والحب مشاهدينا من التقوى كلنا سوا بحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر